في إطار الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية لأسر الشهداء نظمت الوزارة احتفالات لتكريم المتفوقين دراسيا من أمناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية وذلك تقديرا وعرفانا للتضحيات التي قدمها أباؤهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن وقد عبر أسر الشهداء عن شكرهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على الاهتمام والدعم والمساندة المقدمة لهم والتي تعكس التقدير الكبير لأرواح الشهداء كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير لأرواح شهداءنا والمصابين والأسرهم وإحنا دينا نسعيكم أبدا ولسه بحس بي جنبي في كل مكان وسوتك في المكان بيرن ولسه بحن وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني في تقليد سنوي تحرص وزارة الداخلية على استمراره تقليدا لذكرى الشهداء نظمت وزارة الداخلية احتفالات لتكريم أبناء الشهداء من المتفوقين دراسيا في مختلف المراحل الدراسية والتي تأتي في إطار الدعم المعنوي والاجتماعي الذي تقدمه الوزارة لأسر الشهداء والاهتمام بهم تقديرا لأرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم لاستقرار وأمن الوطن منح أبناء الشهداء المتفوقين كؤوس التفوق وشهادات التقدير وسط مشاعر من الفخر بتضحيات آبائهم الشهداء والاهتمام والرعاية التي تحيد بهم في كل مكان والتقدير الكبير من القيادة السياسية للشهداء وأسرهم وزارة الداخلية ورئيس عبدالفتاح السيسي مهتمين جدا بينا عمرهم ما نسيونا أبدا وكرمونا أنا اتكرمت في عدادي وفي سنوية عامة دلوقتي بتخرج من جامعة وكرموني برضو ففي حاجة حلوة قوي إن احنا دايما حاسين في ناس في ظهرنا وبشكر وزارة الداخلية على التكريم ده وأنهم مهتمين بينا دايما ودايما بالتكريم ودايما الرئيس عبدالفتاح السيسي بيذكر الشهداء في المؤتمرات اشتغل عنا نفسي عشان أبقى حاجة زي بابا الله يرحمه ولما ييجي حد يسأل هو ده ابن مين ده ابن الشهيدة من قد محمد زين أنا عرفت بتسمعني متابعني بشكر وزارة الداخلية عن مغادة العظيم وكل أب وكل ضابطينا قبلنا وكل أسر الشهداء كلنا واحد وبشكر كل واحد بيعمل في مغادة العظيم ده وبشكر وزارة الداخلية على التكريم ده حاجة جميلة جدا يعني أن أنا أطلع من الأوائل كنت أتمنى أنه يبقى موجود معي عشان نسوكني في المكان الدين حد بشكر الأب الروحي الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه هو دائما دائما بدعم أبناء أسر الشهداء وبيدينا دافع أن احنا نتفاوك أكثر من كلام وشهدت الاحتفالات حضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والفنانين والإعلاميين الذين أبدوا سعادة كبيرة لوجودهم واسطة هذه الكوكبة من أسر وأبناء الشهداء الناس اللي طاحت ديك تطحيتها ما رحيتش هباء ولادها ما تنسوش ولادها لسه معانا ولادها في أحضان بلدهم أنتوا بتكملوا مسيرة أبهاتكم بالتفوق اللي بيحصل ده وربنا ينجحهم دايما وفخورة بأمهاتهم بصراحة جدا جدا بجد أنا بحس أنها لمست وفاق رائع من مزارة الداخلية لأبنائها وقد إيه تأثيره بيبقى إيجابي على أبناء الشهداء وعلى زوجاتهم وعلى أمهاتهم وعلى أخواتهم هاليكم شرفونا وشرفين البلد وأنتوا بتشرفونا بتفوقكم بالدراسي وأكيد هما فرحانين بيكم وطيرين بيكم بالنسبالي يعني حاجة كبيرة أنه الدولة تبقى مهتمة جدا بأولاد متفوقين لأسر الشهداء وحاجة بتتحسسهم أنه هما لأ يعني أنتوا في عينينا ومهتمين بيكم الأب سيرت سيرته كانت نظيفة وحلوة وكللها بالشهادة في سبيل وطنه ابنه بياخد من بعده بيقول لنا أنا كمان متفوق عمرنا ما حننساكم وحنفضل إن شاء الله طول عمرنا الدولة يتدعم أبناء شهداءها وربنا هيكرم كده ونشوفهم أعظم العظماء أنتوا اللي هتكملوا بنا الوطن وانتوا اللي هتبقوا يعني حجر الأساس لللي جاي كله دايما يا رب من نجاح لنجاح ودايما متفوقين وان شاء الله اللي جاي في حياتكم أحلى ومستقبلكم جميل والشهداء في الجنة وانتوا تبقوا فخورين أنتوا أولاد الشهداء وأقول تحية مصر هذا التكريم لأبناء الشهداء هو امتداد لتكريم آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن الوطن واستقراره ويعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء فصبرهم وتحملهم لا يقل بأي حال عن تضحيات الشهداء اهتمام واضح توليه القيادة السياسية وكذا وزارة الداخلية لأسر الشهداء هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار هذا الوطن من خلال تكريم مستمر لأبناء الشهداء لمساعدتهم على الاستمرار في التفوق وهو ما يؤكد دائما اهتمام الدولة بهذه الأسر عبدالله بركات التلفزيون المصري